اشتركوا في القناة 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 والطريقة كيف ماشيته سهلة سهلة بزاف وبسيطة والحجم ديال المراكيجي كبير يعني وكالأسرة كتاخدو هكا تديرو حدف وحدة والبناتي لو بغيتو تديرو شوية ديالنشا كي يبقى لكم الاختيار انا صراحة مادرتش ننشا دهتغيي شوية ديالطحين وصرحت العجين يعني مبعد ما خليتو احتى تطرخف يعني تخليوا انتوما احتى العجينة ديالكم مني كتوليو تقيسوا عبيدكم كتابط بسرعة انا صراحة ما تسنيتش عليها بساف انتوما خليوها ترتاح باش هكا مني تفعو تبسطوها ما تلقوشي صعوبة نهائيا تافيو كتتوضع العجينة ديالكم كتتسرحوها كتوضعوا الحشوة وديرو فيها ديال الجبن وكتغلقو عليها بهالطريقة اللي بسيطة بساف ومبعد ما وجدت هاد الفطائر كيف ماشتو خديت اصفر بيضاء درسمعها وحد قطارات قليلة ديال الخل تقريبا جوز ديال قطارات ديال الخل او لا ثلاثة يمكن لكم تديرو فيها ديال الحليب كيبقى لكم الاختيار ودهنت به هاد هاد الفطائع باش يجي اللون ديالهم ذهابي يمكن لكم انتوما تديرو الزيت او للي بغيتوما اصفر البيض كيجي احسن كيعطي واحد لوين زوين وكتاخدوا سكين اللي يكون حاد كتحاولوا تفلحوهم بهالشكل هذا وكيجي هاد هو شكل ديالهم كيف ما كتشوفو كيجي محمروا زوين ومقرمشين ورائعين لبنات وإلا بغيتوما يجيكم مقرمشين اكتر يمكن لكم ديرو شوية ديال الناشا يعني مني كتكونوا تبسطوا في طرقوا العجينة ديالكم كتديرو شوية ديال زدة مع الناشا وكتطعوهم يعني لشكل مسمن انا ستغنيت على النشا صراحة جوزوينين بزاف غدا نقطع لكم هكا بش شوفوا يعني في تقطاع ديالهم را هكتبان القرمشة وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما قطعتها كيجيوزوينين بزاف العجينة ديالهم كدير قيقة ما كديرش معجنا ومدقصة كيف ما غادي نشوفوا معي انا غدا نقرب لكم الصورة اكتر باش هكا تاخدوا فكرة كيفاش كيجيو كتجي العجينة في حشكل دياله بات فيدي كنتمنى لبنت انكم تشجعوني في لايك والبغضاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش هكا تكبر القناة ديالي ونزيد نتقسم معكم المزيد ان شاء الله من الوصفات السهلة والبسيطة اللي تكون ان شاء الله في متناول جميع وإلا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ديالي كنقول لكم ما تنسوش انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد القناة وتبتغطجوا الوصفة مع الاصدقاء والاحباب ديالكم ونقول لكم شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله فيديو اخر السلام عليكم